الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعقوبة على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبًا بكل السادة المتصلين والمشاهدين ومرحبًا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومرحبًا بالجميع ومعنا أم علي من مدينة بودواو ولاية بمرداس مرحبًا بك مرحبًا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبًا بك وأنا في خدمتك يا شيخ قلت لك بللي عندي المنام شفت عنده قديم شفت الإبن تاعي يخدم عند الأموات هم من العائلة تاعي عندهم بسزف مليماته عندهم وحدة عشرين نعم مليماته وليدي يهلبس حواج بشي ملاحو يخدم عندهم شغل خادم عندهم هذا هو شفت وخدام عندهم مليدي يوقع في عمر عشرين سنو الله يبارك رهنا بس عليه شو يامه وش مليح مليح يعني هل لي رهى وجدت عمر في الخدمة ملقش مشاكل في العمل في كل شي في الدراسة في العمل في الحاجة اللي حبها ما يقدرش بزف حواج دي وعنده تفكر تاعو بزف ما ما يعافش خمام ما يعافش شغول موضر مش كي مكان صغير شغول كي كبر ولا ما هو شواجة وبزف ذكر مثلني ما عندهش بزف من اللي شاف في الخدمة تاعو شفت ميبلي مراء خلقت عليه زوج جنسة دخلوه دخل شامبرا في العمل تاعو وضغلقوا عليه وثانية كمانتاش بزف ما بللي شاف ثانية تكفش عمبرا تاعوين كان على قتشف زوج رجال واحد واقف له وواحد يخنق فيه خافي بزف يشوف أحلى مش يملاحو ورجال يعرفهم ما يعرفهمش ما يعرفهمش ورجال كان يخنقوا فيه واحد يخنق فيه واحد وقف عند الطاقة كان يشوفه واحد يخنق فيه قال يذفر يا هذو كي تخلوها كفل حمتاعي والاخر يتفرج والاخر يشوف عند الطاقة ونسا هذوك عارفهم ولا لا لا ما يعرفهمش ونسا ثانية كما يعرفهمش هذو كل في الخدمات وفي العمل تاعو ما يخدم في الشنطي ما يعرفهمش هذو كنساق اللي مبلزو جنسات خلوني يدخل الشامبرة وغرقوا علي هذا هو اللي شافهم أنا شفتو الحلم اللي قتلك عليه مبللي كان يخدم عند الأموات هذو من العائلة تاعي يعني في الواقع في الواقع هو يخدم في مؤسسة ينمع يخدم هو يخدم في العام بتاع البناء مع بابه وانتي شدته يخدم يعني في القبور في الجبان لا لا مش في القبور في المنزل تاحهم في المنزل تاحهم هذا حلم قد دائما عنده واحد العام شفتو يخدم في المنزل تاحهم كأنهما همش ميتين هذو كالناس جوزا وشيخ هذو عن بابه ومرت عمو هم ميتين هما هم ميتين عندهم مليماتو وشفتهم كيشغلهم في دارهم يعمل عندهم. هو يعرفهم في الواقع أو لا يعرفهمش؟ ما يعرفهمش أنا اللي نعرفهم عندهم نزل مليماتو يدروا لديك هذا منذ مدة كان يعاني من مشاكل ومتاعب منذ مدة صح أو لا؟ صح صح عندهم مدة وعندك أولاده لا عندك غير هذا؟ لا لا عندين. يا ربي باركتهم يا رب والحياة الزوجية مليحة مليحة الحمد لله وشات أمركت الله يبارك أنا في عام 42 الله يبارك إذن أختي أم علي أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك للمرة الألف. مرحبا إذن خير تلقينه وشر تتوقينه وخير لنا وشر لأعدائنا. أم علي من مدينة بدواو ولاية بمرداس رؤيتك هذه تبين أن ولدك أريح فلدة كبيدي يا ربي أصرف عن ولدي يعني رفاق السوء وأصرف عنه أصحاب الشر اللهم أجعل ولدي مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر أجعله في طريق الخيري وارزقه البطانة الصالحة وأحفظه من الشر ومن أصحاب الشر ومن البطانة السيئة والعيذب الله هذه واحدة أثنين كذلك أوليدك شاب هذا الجنساء وشاب فتر قول له يحذر من المخالطة وقول له قال العلماء الصاحب ساحب معناه إذا كان أوليدك يخالط كل منهبه ودبه الريح ليجي يديه ولهذا العلماء لما قالوا الصاحب ساحب مغلطوش فالصاحب إذا كان صاحب إنسان يخاف ربيه ويديه لطرق لتحباربي إذا كان خارط من لا يخاف الله يأخذه إلى ما لا يرضي الله عز وجل ولهذا قول له يختار الصحبة الجيدة الحسنة عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أدت نفي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيام والأخ الله في الدنيا هم الأخ الله في الآخرة ولهذا ربي قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا إذا كانت الخلة والصداقة والأخوة لوجه الله عز وجل هؤلاء هؤلاء قيامة يكونون على منابر من نور يغبطهم والأنبياء والمرسلون والشهداء والأولياء غير منهم أما هذه الصحبة اللي جرح يديه هذا يتعلم من الدخان هذا يتعلم من الشمبى هذا يتعلم من المخدرات هذا السينيما هذا البطل الصلاة هذا كذلك لا قولي له يصلي الصلاة بوقتها ويكثن من الاستغفار ويتخذ لنفسه ويردن أو أجزاء من القرآن ويدي مع بعض الكتب أربعين نووية رياض الصالحين ترغب التريب الإمام المنذري وكتاب الأذكار الإمام النووي أو رياض الصالحين الإمام النووي يحطهم في الغرفة اللي رأى فيها هذو ما فيهم لا سياسة لا بوليتيك ولا محزنون هذه الكتب أي واحد يقرأها ما خافهش عليه إذا قرأ هذه الكتب لا خوف عليه إليه من قيامة يا أولي هذا يختار الصحبة الجيدة ويخدم قريبه الجامعة ويقتصالات إذا كان قدره ما كشم مشكلة في العمل أو كمل عملتها ويروح الجامعة يصلي يسمع دروس يقرأ قرآن هكذا يقوى إيمانه وقول له يحضر من المخالطة اللي فيها الماكلة يجيب الماكلة الخدمة قال هذه حلو يخدمتها في الدارة يحضر منها يحضر منها مستطاع وإذا ركتش فيه كوف باش يزوج زوجه بإذن الله حتى يعني يستقيمه ويرجعي الله عز وجل وولدك هذا عنده العين أرقي له من العين أديه كشم بمردس يقول عنكم كشراقي ما شاء الله يرقي له على العين وقول له يقضي حوائجه في السر والكتمان ودعوة الخير تاعة أنت يا راح تتعلق بمنتع الخير وتبعد عليه بمنشر والله أعلى وأعلم هذه أم عاليرنا عرفناها والحمد لله يا رب العالمين كذلك معنا بعض الرؤى التي وصلتنا ومنها هذه الرؤى اللي قال فيها صاحبها وهي الرؤى قال رأيت في المنام كأني أشرب من ماء زمزم أو قال رأيت في المنام كأنا رجل جاء لي وقال أشرب من هذا الماء فإنه ماء زمزم فشربته وهذا محمد من تلمسان ساعة وثلاثين سنة نقول خيرا تلقاه وشر تتوقاه الأخ محمد من تلمسان ساعة وثلاثين ربيعا قال رأيت في المنام كأن رجل جاء لي وقال أشرب من هذا الماء فإنه ماء زمزم فشربته أنا أقول ماء زمزم خيرا تلقاه هو شربا تتوقاه هو خير لنا هو الشر لأعدائنا إن صدقت رؤياك هو الصحة فإن كنت مريضا سواء أمراض عضوية تعطبيب أو أمراض معنوية معنى بشي شيك معنى مورالمون معنى بكش مليح معنى لك تعبان فكريا فوجود الماء مززي بالرأي هو الشفاء لأنه لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وماء زمزم لما شرب له فالعلماء أوصونا بنوصية فيها حاجتين اثنتين أنا الآن عندي ماء زمزم حاب نشربه أولا ندير النية علش حاب ننشرب ماء زمزم ندير النية من أجل الشفاء ندير النية باش نطلب العلم ندير النية باش نزوج ندير النية باش يجي سيارة ندير النية باش نسافر ندير النية باش يعني أي خير الدنيا والآخرة قال يا ربينا حاب نشرب ماء زمزم من أجل كذا وكذا وكذا هذه نية دلتها اثنين نشرب ماء زمزم اشربه وترم جغبة زوج ثلاثة او خمسة سبعة الاخر لما نكمل من شربه ماء زمزم نحط الكاس واتوجهه الى القبلة وارفع يدي الى السماء وقول اللهم يا رب اني اسألك بكل اسمي نسميت به نفسك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب اني مارض عجلي بالشفاء يا رب اولادي زوجتي مرضى فعجل بالشفاء يا رب اني مظلوم فانتصر يا رب خذ لحقي من الظالم اللهم اريني فيه يوم اسودا او يا رب اني مسافر فيسلي سفاري او يا رب اني بدوني عمل ارزقني عملا وكل ما اشتهيه او اريده او اطلبه ادعو به في هذه اللحظات لما نكمل دعا واش ندير انقل وصل اللهم واسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وستطر النتيجة على التو بإن الله عز وجل مباشرة اذا كان هذه الدعاء قلت من قلبك اقسم لك بالله رب غير يستجيب لك علىه لأنه رب وعدنا والله تبارك وتعالى لا يخبر المعاد وارب قال ادعوني استجيب لكم على ما ما شاستجيبنا حنا نقرأه الآية لكن ما نقرأه ضوابط الآية ما نقرأه تفسير الآية ما نقرأه ما هي الأسباب لتخلية الآية كي نقرأه ونفهمها ودعا واستجاب حنا نقول وارب قال ادعوني استجيب لكم ولكن هل لا هيئنا الأسباب هل لا استقمنا مع الله عز وجل هل لا اكرنا الحلال هل لا لبسنا الحلال هل لا نطقنا بالحلال فكما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم أشعاث الرأس أغبروا الوجه ملبسوا حرام وغذية بالحرام ويقولوا يا رب يا رب اعطيني أنا له وين ره ربي يستجيب لك وأنت الكور تاعك هذا كامل الجسم تاعك هذا كامل نبتة من الحرام ولادك تكرم الحرام مرتك الحرام الضار مبنيا بالحرام بعد يقولوا يا رب ويروح يقولك نحن أغسل العظامي بالحج أغسلهم هنا عند الحمام يروح لشوف دوش والأحمام وصلنا علىها تروح تاليك أربعين مليون وركب خاطر في الطائرة بلاك تموت بلاك هذا ولهذا قبل ما تروح على البلاسة هذه يعني يشل العظامك هنا ورد المظالم لأسحابها وكل الحلال فإن الله لا يقبل حج من كان ماله من الحرام والله ما يقبله أربي قال إنما يتقبل الله من المتقين ولم يقل من السحاتين ولم يقل من المال الحرام ولم يقل من الغصابين أو المحتلين ولهذا هذه الرؤية لساحبها أنصحه بشرب ماء زمزم ويطلب ما شاء والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنه والله أعلم معنا الأخ سعاد من مدينة تيزيوز مرحبا قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله لا بس في سعاد أنت لا بس في خير لا بس الحمد لله أعطيكم صحة كستفزتونا أعطيكم صحة لا لا أبدا رؤاك كلها في الحظي والصوني وأي واحد يتصل تأكد باللي راح يتصل به ولكن كل واحد والمكتب التاع وأنت اللي ما ربي وفقك تعيط لك ها معي طولك والحمد لله وربي يفتح عليك ومرحبا بك مرحبا يا بك صحة شيخ عندي زوج منامات لمنام اللول زعماء خرجت مدة بطنو بالزعماء حبط رحت جهة القهوة ديركت أخي جهت زعماء أخي مع أوليد دعمتي قادم في قهوة قادم في قهوة زعماء دخلت أنا لديهم القهوة قلت لهم أروحوا طيقان سحقهم هم تحقوا يقولون ما نحن نسحقهم قال لي أخي وشنو قلت لا نحن نسحقهم زعماء خرجوا معي خرجوا معي يركب خويا يركب قدامي ولوليد يركب زعماء من المر وانا نسوق زعماء خرجنا نمشي بالعقل نرمال خرجنا نمشي بالعقل زعماء في طريق نرمال ونبعد زعماء نلقينا كنبرومو صغل العرق على فطرق زعماء كنبرومو زعماء نمشيون نحبس نمشيون في ريني بن نحن نمشيون نمشيون حقنا زعماء لحد البلاصة فيها بزث نساء زعماء المستشفى هكذا أبري زعماء زعماء نحن نشوف يما نشوف جدات في المستشفى زعماء ندول هاد نلقينا هاد جدات وقلنا لها اوه شك تديري هنا قصنا صائ جدا اولي مجي يجي تنا نروح وعودنا ولنا باش نجيبو جدات ولي نفتريق وزعماء كي ويقول إخويا بيات عاص بسوق زعماء مليح نورمال وزعماء نعم نعم شهي نحبس نعم بعد كملت نورمال وشيخ الملام الثاني زعما جيت خارجة الصباح جي خارجة نوية ما زحمة لقينا الباب مفتوحة جبدنا عقدة لقينا شيخ زعما لقينا بيبي عند الباب صابي لقينا عند الباب لقيا اي صابي عند الباب شكون حطونا هنا يا أرفته أرفته دخلته كانت تختين مزوجة فده وكانت مرتخويا قلت لهما يا هاولك لقيت صابي عند الباب زعما قلت لي مدخوليا جيبه جيبه دخليه بعد زعما دخلو غسلولو بدلولو عطاولو زعما الحليب شرب نورمال والباب صحكي دخلنا الباب مغلقنا هاش خلينا هاكدك مفتوحة ودخلنا وخلينا هادك زعما البيبي خليناه في الدار هذا هو المنم الشيخ اختي شهر في عمرك الله يبارك انا في عمرك 18 سنة الله يبارك ان شاء الله وقوة الله اي حافظ شكرا جداكو امك موش مرضى من لاباس اه فات الساعي يعني لاباس حمدو الله اليام اللي فاتو كانت جداك كانت مرضى شوية اه اليام اللي فاتو مرضت لاغان مرضت صح سواسوا يعني سواسوا مانش غلت لا مرضت مرضت مصلا قريب يعني رقدت فراش صح وانت يا فترة الاخيرة ما لاحظتش سرب يفتح لك شوية حمدو الله الشيخ ولغا حمدو الله سواسوا حمدو الله ولغا الحمدو الله رو مركز صاحة يعني الحمد لله لاحظ اذن اختي الله يبارك فيك سعاد متى زوزو اقول لك ابقي معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك للمرة شكرا مرحبا معافو اذن خيرا تلقينه وشرا تتوقينه لغا سعاد من مدينة زوزو وهي شابة صغيرة ذات ثمانية عشر ربيعا اقول لك ابشري كونك خرشي من البيت ورحتي للمقهى الذي يتواجد فيه اخوك وابن عماتك ولكن الشي مليح في الرؤية انك ما سرقتش القهوة لان شرب القهوة في المنام يدل على اضطراب في حالة الشخص معناها ارها مقلق وتعبان وممكن منرفز معناها ارها في وضعية حارجة لكن لما دخلتي وخرجتي اخوك والدعمتك واخوك اركب امامك والدعمتك من وراء مليح من الخلف مليح فاخوك والدعمتك اذا كان هما يمران بمشاكل او عوائق او عراقيل ستزح هذه العراقيل وهذه المشاكل ويرتحان بان الله عز وجل الله وبخاصة انك كانت عندك سيارة وانت سائقة اخوك امامك وابن عماتك خلفك واخوك الشاكارك وقالك راكتسو قمليح انا اقول لك اختي سعاد لكي نقلة في حياتك لكي تغيير في نماطي معيشتك من الاسوأ الى الاحسن والافضل والاحواطي فعربي سبحانه وتعالى راح يفتح عليك هذه بشرة لكي ابشري بها وكون يعني رحت الاسبيطار كأنك تزورين الجدة وفي الواقع ما قلت جداك قلت إماك الرؤية تبين بالجدة كانت مريضة وقد أكدت لذلك والحمد لله رب العالمين فجداك عاونوها بالطبيب وعاونوها بشرب ماء مرقي جيدكم تزوزوا كاش إمام عندكم الحمد لله يرقينها ماء مرقي أو زيت الزيتون تعاون يعني يشرب تعطبيب وحده والماء مرقي تشربه بأي وقت والزيت تبعد لأنه إذا شربت ماء تعطبيب وشربت زيت الزيتون زيت الزيتون يقتل برودوشيمي معناها المواد الكيميائية يقتلها زيت الزيتون فيكون تباعد بيناتهم تشربوا تعطبيب تريح ساعات وتشرب زيت الزيتون أو ما شبه ذلك هذا جائز تعاني نفسها حتى ترتاح داخلياً بماء مرقي أو زيت مرقي أو عسل مرقي والحمد لله رب العالمين وكونك خرشي مع الوالدة والباب مفتوح وقيت إيصابية إن شاء الله ربنا إماك راهي راضي عليك وراضي عليكم جميعاً وعادتكم دعاو الخير وبيبان الخير إن شاء الله مفتوح إن بيبكي يكون مفتوح خير أفضل من أن يكون الباب مقفولاً أو موصداً أو مغلوقاً ولهذا مدى مفتوح إماك معاك معناه إماك راضي عليك وعادتكم دعاو الخير وبيبان الخير إن شاء الله مفتوحين وهذاك الجانين اللي قيتوه حنا نؤوله على أنه يعني أنثى ورؤية الأنثى في المنام بشرى وحتى ولو كان ذكراً وهو سيم فهو جيد ما مش منها الذكر إذا كان وجهه أسوداً معناه وتعبان وعيان يعني هذا يدر باللي ممكن بعض المتاعب لكن من ولده يعني أنه أسود البشرى هذا لا حرج فيه إنما الحرج إذا كان وجهه بملي تعبان ومريض ومسكين وحالة حالة هذا هذا يفسر على أن الرأي موش منها هنا في وضعية يرثلها ولهذا أما رؤية الأنثى في المنام كلها بشرى وجيدة والحمد لله يا رب العالمين إذن هذا الرؤية جيدة وموجود الحالة في المنام نعطيته الراضي عمليح الحالة بالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها عباده التي قال فيها في القرآن فطرة الله التي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال يولد الإنسان على الفطرة أي على الإسلام الصحيح النقي الصافي الأبيض أربج عنا ممن وفقهم الله تبارك وتعالى وبقوا على الفطرة التي ولدوا عليها والله أعلم يعني معنا واحد الدعاء للأخت زهرة جاءتنا اليوم من عين النعجة وهي كبيرة في السن ويامن قال ما قال لي ماذا بيدعو لي رهي مريضة وتعبانة بزاف والآن كنت معها قبل يعني لحظات نسأل الله أن يعجل لأخت زهرة من عين النعجة القانومية بالشفاء العاجل وربي يفتح لها وربي يغلق عليها بب الشر ويفتح عليها كل ببن خير ومعنا أخت خولة طالبة جميعي ماتت في حادث مرور وهي طالبة في بب الزوار من ثلث سنوات يمها لحد الآن لازالت تبكي وأمها الأخت نادية من الشراقة نسأل الله أن يرحمها ويتغمدها برحمتي الواسعة لأنها جاءت إلى هنا وقالت لدارة الحجاب وهي صغيرة وكانت تصلي والدير الخير ومشاء الله وقالت يرانا راضين عليها إذن فكلنا راضون عنها ونسأل الله أن يوسعها في قبرها ويرحمها في الدارين ونسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة وأن يلاقيها مع أمها نادية وأسرتها جميعا في فردوس الأعلى بعد طول عمرين والله أعلى وأعلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة